السلام عليكم حبيبي عندنا ان شاء الله النهاردة الحصة التانية في هومورك مادة التريجنامتري نصحى كده حبيبي ونفوق وقالتنا جنبنا ونمسك شغلنا ونشتغل كتير نسمع الفيديو اكتر من مرة لو عندنا مشكلة ارجوك ارجوك ركز عشان اللي جاي ان شاء الله يكون افضل واحسن يلا بينا حبيبي اول سؤال بيقول لحضرتك التان بتاعت انجل اي طبعا حضرتك عارك من لسن الاول ان التان كان لها قانونين القانون الاولين اللي هو تقى قبزت على اجيسن والقانون التاني اللي هو ساين ديفايدد كوزاين هو هنا بيسألك بيقولك التان بتاعت الانجل اي بيساوي ساين اي ديفايدد كوزاين اي يعني قانون التان او التانجل بيكون ساين ديفايدد كوزاين لنفس الانجل يعني اجابتي هتبقى سي السؤال اللي وراه بيقول لحضرتك ساين اكس بتساوي سريع على فاير عايز الكوزاين طبعا حضرتك بترسم ترايانجل رايت ادي انجل اكس فراته ده اوبزت قانون الساين اوبزت على هاي باطنس حضرتك هتحط الابزت لانجل اكس بسري حط الابزت للأكس بسري وحط الهاي باطنس بفايف عايز اجيب السايدد ناقص عشان اجيب السايدد ناقص هتجاب بالماينس بورتو بورتو رو اكسلان يعني عشان اجيب السايدد ناقص فايف بورتو مينس سري بورتو جوه الرو هيطلع فور لو حضرتك عايز تجيب الكوزاين بتاع الانجل واي كوزاين واي يعني اجيسنت على هاي باطنس قل لي مين الاجيسنت للواي سري والهاي باطنس فايف ولد زاكي يقول لي ايه يا مستر في ايه ما انا بفهم ماس هو لما يقول لي ترايانجل ده قل لي ان اكس و واي كومبليمنتري يعني مجموعهم بناينتي انت قلتنا لو مجموع انجلين بناينتي بيبقى الساين اد الكوزاين ساين اكس اد كوزاين واي او ساين واي اد كوزاين اكس فهو لو قال لي ساين اكس بسري على فايف يبقى كوزاين واي زيها بسري على فايف بس انا عايز الفكرة دي تبقى في دماغك كده انت صايع ميسا كده لو لعبك معك بأي حاجة هتعرف تتصرر يعني لو خلاها تاني عادي ايه اللي هاشغني ايه اللي انا عايزه اه فهمتك يعني انت عايز تقول لو هم كومبليمنتري بيبقى ساين اكس اد كوزاين واي او ساين واي اد كوزاين اكس ماشي السؤال اللي وراه بيقول لي الساين والكوزاين اد بعض يعني معنى كده ان مجموع الانجلين او بي هيكون طبعا ناينتي امتى الساين وكوزاين بيكونوا ايقل لو مجموع الانجلين بكيم يا نينتي يا جميل يا شاط السؤال اللي وراه بيسألك ساين سيفنتي بتسوي كوزاين كيم طبعا لازم يكون مجموع الاثنين ناينتي لو قال لي ساين سيفنتي هيسوي كوزاين نقط بقية el ninety Ninety mi now seventy هيطلع كيم هيطلع twenty يبقى ال x هتبقى twenty السؤال الوراء بيقلي تريانجل ABC أنجل A85 وبيقلي ساين B أد كوزاين B يعني مصر بيقلي تريانجل ABC أهو A B C قال لي A85 حل قال لي ساين B أد كوزاين B مصر انت قلت لنا معلومة مهمة أن الساين والكوزاين إمتى بيكونوا equal لو مجموعة الأنجلين ب90 لو مجموعة الأنجلين ب90 طب بي وبي ب90 بي وبي بقى كان بي تو بي ب90 يبقى البي الوحدة 90 divided 2 هيبقى البي 45 هيبقى البي 45 هيبقى البي 45 يعني ساين بي قد كوزاين بي لو مجموعهم 90 لو مجموعهم إيه 90 اجمع الرقم اللي بلاص نفسه يديني 90 الرقمين اللي بلاص بعض بيدوني 90 واللتنين قد بعض يعني عشان أجيب بي هعمل 90 divided by 2 هيبقى البي 45 هيبقى البي 40 ايه 5 يعني ساين بي قد كوزاين بي يبقى مجموعة الاتنين بي ب90 يبقى البي الوحدة 90 divided 2 هيبقى 45 عايز C أي تريانجل في الدنيا مجموعة 3 أنجلات 180 فلو عندي أنجلين أعرف أجيب الأنجل C اللي نقصة آه أعمل 180 minus 85 و 45 هيطلع ناتج الجامعة بتاعهم كام الشاطر هيقولي 50 كده الأنجل بقيت 50 السؤال اللي وراه بيقل لي measure B90 أمهمة قوي البي 90 دي البي ب90 يعني الA والC مجموعهم إيه 90 يعني ساين A قد كوزاين C افتكر لو في أنجل 90 بقى الاتنين اللي بقيين في التريانجل ب90 وإمتى الساين وكوزاين بيكونوا إيكوال لو مجموعهم 90 فلما يقولي البي ب90 فيبقى ساين A قد كوزاين C اللي اتنين بيكونوا إيكوال عارف لو حاكتين قد بعض X و X لما نيجي نجمعهم يبقتوا إكس طب لو ساين A قد كوزاين C لما نجي نجمعهم يديني اتنين من أي واحدة فيهم ايه 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 طول ايه بص 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 أنا بقول لحضرتك ايه بقول لحضرتك إمتى الساين وكوزاين بيكونوا إيكوال لو مجموع الأنجلين 90 لو مجموع الأنجلين ايه 90 حلو قوي هو بيقول لحضرتك البيب 90 يبقى الا والس ب90 يبقى sin a add cosine c فلما اجعل لهم plus يطلع اتنين من اي واحدة فيهم يعني انا اجبت يا اما تبقى 2 sine a يا اما 2 cosine c اي واحدة في دول تنفع طب 2 sine a موجود اه طب ينفع علاقي 2 cosine c مستحيل اه 2 cosine c لا 2 cosine c لا 2 cosine c لا يبقى اجبتي هتبقى 2 من sine a او 2 من cosine c نقلل ان الاتنين قد بعض فلما اجمع حاجتين قد بعض يديني اتنين من اي واحدة فيهم ماشي السؤال اللي وراه بيقول لي triangle right عند اي هرسم triangle وهعمل right angle عند اي الحرفين الباقيين بي و سي بيقول لحضرتك cosine b هاتلي cosine b كام على كام cosine b هيبقى adjacent الى b a على hybrotanus اللي هو بي سي 2 sine c السين بتاعت الانجل c opposite على hybrotanus طب بصة مستر هنا a b هنا a b هنا b c هنا b c لو الريشي اللي اتنين زي بعض هيبقى الريشي one to one يعني الريشي هتبقى كام one لان مستر لو triangle right عند اي بيبقى cosine b قد sine c فالريشي بتاعتهم وما الاتنين قد بعض يبقى الريشي ما بينهم لما اجعمل لهم divided بيطلع ناتج divided كام one مش السؤال اللي ورا بيقول لحضرتك triangle right عند اي هنرسم triangle right عند اي الحرفين الباقيين f و d بيقول لحضرتك مين في دولة غلط هتان d opposite على adjacent e f على d e هتان f opposite على adjacent يعني d e على e f لما تيجي تعمل دولة times دا يروح مع دا و دا يروح مع دا هيبقى nati one يبقى d right طب احنا قلنا لو قال لي right عند اي بيبقى sine f add cosine d sine f add cosine d دي كمان صح طب لو قلت sine d add cosine f دي كمان صح مين الوحيدة اللي غلط d دي الوحيدة اللي مش مظبوطة لان هو بيقول لي right عند اي ما ينفعش اقول cosine d add sine e sine d angle by 90 رحمتك مستر اللي وراه بيقول لي triangle دا right عند بي طبعا دا medium العصياء دي لو 5 يبقى ال high botanus addه مرتين يبقى 10 ولو دا تاني يبقى 5 و 5 تعال بقى نشوفه عايز عايز sine c قل لي بس الاول لو دا 10 ودا 6 عايز بتاع الانجل c opposite على high botanus قل لي مين ال opposite لل c 6 وال high botanus 10 اعملها على الالة هيطلع 3 over 5 هيطلع بالالة كام 3 over 5 اللي وراه بيقال is a ratio between 2 supplementary angles 3 to 5 فنعمل 3 to 5 the first the second ونعمل some but lastly 3 plus 5 8 قال لي supplementary يبقى مجموعهم 180 عشان نجيب الفرست angle هنعمل 3 times 180 على 8 طبع عشان نجيب second angle هنعمل 5 times 180 على 8 يلا يا شاطر هاتلي اول واحدة اهي 3 times 180 divided كام 8 هدوس equal هدوس degree minute second هيطلع 67 degree 30 minute 0 second طب الجاية 5 times 180 divided 8 سيطلع 112 degree 30 minute 0 second طبعا لو حبيت تعمل لهم plus لو جماعة الاتنين دول على بعض عايز اعلمك ازاي تعمل plus بص plus 67 comma 30 comma 0 comma يعني دي انت بتكتبها كده بص هيطلع كده 180 يعني لو عايز تعمل check للانصر اكتب لك ازاي كتابتها كتبت 167 comma 30 comma 0 comma مش عايز تكتب زونه براحتك بس انا معلمك ازاي تكتبها هنا برضو نفس الفكرة بيقول لي ratio 3 to 4 وطبعا الصم بتاعهم 7 ادي first ادي second ادي sum قال لي ايه بقى complimenting يعني 90 يلا عايزين نجيب انه واحدة بقى عايزين نجيب الانجل الغريتر انجل عايز الانجل الكبير يبقى عايز الفور لو عايز اجيب الجريت انجل يبقى هنعمل 4 times 90 over 7 يلا عليك كالكليتي 4 4 times 90 divided 7 ودوز زرار الكاما هيتطلع 51 degrees 25 minutes 40 كم ساكن بقى 8 strong 8 strong هتزود 21 هتبقى 43 seconds كده انا جبت الانجل الكبير find the degrees the measure of the greater angle and measure انا كي ايجب بتاها خلاص السؤال اللي وراه بيقول لي عايز المجر بتاع الانجل بتاعت التريانجل سري تو فور تو سيفر ادي فرست ساكن صم لأ مش صم هنعمل ايه بقى نمسح دي بالصم اللي فيه سرد انجل وهنا سرد ونزود الصم في الاخر بلص للريشيو سري بلس سيفن بلس فور فورتين وتحتها وان ايت عشان اجيب اول انجل وتاني انجل وتالت انجل عشان اجيب الفرست هعمل سري طايم از وان ايتي ديفايدد فورتين عشان اجيب الساكن هعمل فور طايم از وان ايتي ديفايدد فورتين طب عشان اجيب السرد انجل هنعمل سيفن طايم از وان ايتي ديفايدد فورتين يلا يا شاطر اعمل سري طايم از وان ايتي ديفايدد فورتين هيطلع سيرتي ايت ديجري سيرتي فور منت سيفنتين ساكن اللي بعديها ايه فور تايمز وان ايتي ديفايدد باي اهو اعملها برضو بالدجري هتبقى ففتي وان ديجري تونتي فايت منت فورتي ساكن اللي بعديها هنعمل بقى الفور دي نبدلها الفور دي هتبقى سيفن هيطلع بالدجري والمنت والساكن ناينتي ديجري طبعا لو جمعنا دولا كلهم هيطلع كم وان ايتي السؤال ده سؤال سهل عايز يجيب توني الهايباطنس الاول الهايباطنس هيجاب بالبلس بورتو بورتو روت هيطلع توني فايف قطاع الرسم عايز كوزاين سي كوزاين سي اجيسنت على هيباطنس بالنسبة لسي الاجيسنت للسي ففتين والهايباطنس توني فايف اهي ففتين واتوني فايف الكوزاين اجيسنت على هيباطنس هات الاجيسنت والهايباطنس بالنسبة لبي الاجيسنت والهايباطنس بالنسبة لبي 20 و 25 ساين سي اجيسنت على هيباطنس وساين بي اجيسنت على هيباطنس هاتلي الابزت والهايباطنس بالنسبة لسي الابزت 20 الهايباطنس 25 هاتلي الابزت والهايباطنس بالنسبة لبي الابزت 15 والهيباطنس 25 في ايه مخفي timeless كل ده على الكالكليتور هيطلع نتيجة 0 يبقى left hand side لو انت تصايق ماز add right hand side طلع ب 0 اللي قبل ال equal ده كله بنسميه left hand side واللي بعد ال equal ده بنسميه right hand side يعني كل اللي قبل ال equal اسمه ايه left hand side طب و اللي بعد ال equal right hand side دخلنا في السؤال اللي وراه بيقول لحضرتك xyz right angle triangle add z هنرسم triangle ونحط right angle عند z الحرفين الباقيين xy بيقول لحضرتك xz7 xy25 عايز من حضرتك yz قبل مبدأ yz minus طبعا power 2 bar 2 root bar 2 bar 2 و root يعني حضرتك هتعمل على الكالكيليتر اهو root 25 باور 2 حيطلع 24 حط 24 على الرسم يلا بقى في طلبين عايز 10x times 10y دي واحدة وعايز sine power 2x plus sine power 2y يلا بينا 10x يا مستر هتبقى opposite على adjacent بالنسبة للx opposite على adjacent بالنسبة x قل لي يا شاطر مين مين الـ opposite للx اللي في وش الـ x 24 والـ adjacent للx الـ adjacent للx الـ 7 10y opposite على adjacent بالنسبة الـ y opposite على adjacent بالنسبة الـ y الـ opposite للـ y 7 والـ adjacent 24 هنا في ايه مخفي؟ timers يلا يا قوي لما الـ timers دول ده مع ده وده مع ده هيبقى الاجابة كان 1 عايز sine x و sine y sine x يعني opposite على hypotenus بالنسبة الـ x الـ opposite للx 24 والـ hypotenus 25 الصين بتاع الـ y opposite على hypotenus بالنسبة الـ y الـ opposite 7 والـ hypotenus 25 ده بالقالة هيطلع كام؟ اهي هنعمل 25 power 2 24 power 2 plus 7 power 2 divided 25 power 2 مش مهم الحزبة انها بحسبها دي مهم يطلع لك في الاخر كام؟ 1 يبقى احنا كي يجبنا الطلب الاول والطلب التاني دخلنا على السؤال اللي وراه بيقل لي A B C triangle right عند B هنرسم triangle right عند B يتفضل هنا A وهنا C قال لي B C 4 A C 5 ده هيجب الماينس باور 2 باور 2 روت يعني 5 باور 2 و 4 باور 2 و روت هيطلع سريه عايز يثبت ان الناحية دي قد الناحية دي عايز يثبت ان الطرف الشمال قد الطرف اليمين بتيجي من عند ال equal وتقسمها نصية يلا يا قوي هتلي sine A power 2 minus cosine A power 2 السين بتاع ال E قول لي القانون بتاع السين opposite على hypotenus بالنسبة ل E ال opposite لل E 4 والhypotenus 5 طب هتلي cosine A adjacent على hypotenus بالنسبة ل E ال adjacent 3 والhypotenus كام 5 لما تيجي تحط ده على الكالكيليتر كده فكر دي لما تيجي تحط ده على الكالكيليتر 16 minus 9 16 minus minus 9 هيتطلع 7 over 25 طب تعال هتلي الناحية التانية 2 ال right hand side ده اسمه left hand side اللي هو الطرف الشمال ده اسمه right hand side اللي هو الطرف اليمين 2 تنزل sine A هنعمل لها power 2 minus 1 تعال هات sine A opposite على hypotenus بالنسبة ل E opposite لل E 4 4 والhypotenus 5 يلا على قالتك الجميلة 2 times fraction كام على كام 4 over 5 A F power 2 minus 1 ودوس على الآلة هيطلع 7 على 25 هيطلع 7 على 20 A يبقى left طلع زي right طلعوا الاتنين بيسوي 7 على 20 A 5 اخدت بالك اتقسمت ازاي من عند الايكوان نصين وبيقول لها كذبت ان ده قد ده فانا جبت sine A opposite على hypotenus power 2 cosine A adjacent على hypotenus power 2 وجبت اجابة ده اشتغلت على الطرف الثاني two times جبت sine A opposite على hypotenus power 2 minus 1 ده بالقال اطلع كده الطرفين الشمال واليمين طلعوا قد بعض السؤال اللي جاي بيقال لي triangle right عند B رسمنا triangle right عند B الحرفين الباقيين A و C قال لي A B طوله 3 A C طوله 5 ال B C عشان يجاب هيجاب بال minus هيجاب بال A power 2 power 2 root عايز ultragnometric of A يعني عايز sine A cosine A tan A يلا يا شاطر السين opposite على hypotenus بالنسبة A opposite four والhypotenus اكبر واحد five ال cosine adjacent على hypotenus adjacent على يعني three over five الثان تقل opposite على adjacent opposite على adjacent يعني four over three صعبه؟ اللي وراه سؤال جميل قوي بيقول لحضرتك في السؤال number 11 بيقولك triangle right right عند y person triangle right عند y y الحرفين الفضبين x و z بيقول لحضرتك نسمى y y y is zero y into y y and x y y y y y y x y. مستر انت قلت ان ال equal دي زي المراية. لازم الاركام اللي قبل ال equal تبقى زي الاركام اللي بعد ال equal. وهنا في one. وهنا في times. وهنا في times. الاركام اللي قبل ال equal تبقى زي الاركام اللي بعد ال equal. يعني y z هياخد two. و x y هياخد one. عشان one times two بتسوي two times one. فانا كده y z طوله two. وال x y طوله one. قولي بقى عشان اجيب طول ال high buttoness المزاقلة x z. هيجاب البلوس. power two power two root. power two power two root. هيطلع root file. عايز هو بقى. ten z. ten اكس. كوزاين z. كوزاين اكس. يلا بينا. التان ابزت على اجيسن. عايز الابزت للز. الابزت للز. one. والاجيسنت للز. two. ten اكس. ابزت على اجيسنت. يعني نفس الكلام. هاتل ابزت لل اكس. two. الاجيسنت للز. one. يبقى. ten. ابزت على اجيسنت. يعني. two over one. الكوزاين اجيسنت على هيبطنس. الاجيسنت للز. two. والهايبطنس. root five. كوزاين اكس. اجيسنت على هيبطنس. اجيسنت على ايه? يعني. one على root five. طبعا ينفع تجيب دي في الساملست ودي في الساملست. دي تبقى two root five على five. ودي تبقى root five على فايف لما تتحطي على الالة. لو حطيت دول على الالة هيطلعوا كده. بتغالي الاسئلة هتبتدي تصعب بقى. يعني بص هنا دي نفس الفكرة. الولاد الشاطرين فاكرينها. جبناها في امتحان الحصة الاولى. احنا عارفين ان الايكوال دي زي المراية. بس قبل ما ابدأ تعالي نرسم triangle. right عند مين? b. يبقى هارسل. triangle right عند بي. الحرفين البقين? a و c. بيقول لحضرتك ان هنا في time. وهنا في time. الايكوال زي المراية. الايكوال زي المراية. يعني a b هيبقى طوله root three. و a c هيبقى طوله two. a b بروت three. و a c two. عايز اجيب طول ال b c. plus ولا minus من بي ساجرس. minus. بوار two root. هيطلع one. عايز ultragonometric function of c. يعني عايز sine c. cosine c. tan c. السين opposite على هيباطنس. الابزت لل c. root three. الهايباطنس two. الكوزين. adjacent على هيباطنس. الاجيسنت لل c. one. الهايباطنس two. التان opposite على adjacent. الابزت لل c. root three. الاجيسنت لل c. one. يعني root three. كده يبقى انا حلتها صح. a b root three. a c two. وطبعا شرحناها قبل كده فمش هنطول عندها. والسؤال ده من اهم الاسئلة اللي عندنا في المنى. السؤال اللي جاي. برضو من الاسئلة القوية الحلوة جدا. بيقول لي triangle right عند b. a b two six. وقال لي وحتة مهمة قوي. tan c. three على four. الولد الشاطر هيفرت الكلام. هو لما يقول لي tan c. three على four. هو المرات دي يعطيني اجابة tan. وعايزني حطها على الرسم. عايزة حطها على الايه؟ الرسم. مش انت في كل المسألة اللي فاتت. كان يجي يقول لك هكلي tan c. دلوقتي بقى هو ادي لك tan c. وقال لك انا عايز اجيب طول السايت. يعني ادي لك الريشيو الى tan. وطالب من حضرتك تجيب طول السايت. فمستر بص. انا قانوني tan طول. opposite على adjacent. opposite على ايه؟ يعني يا مستر حط الopposite للسي بسري. اذا ريشو. وحط الادجيسن للسي. فور. طب مستر هي سري عشان تبقى six. عملنا times two. يبقى الفور كمان هعملها times two. عشان سري الريشيو. بقت six سري. يبقى عملنا multiply by two. يبقى الفور يا شاطر. هيبقى four times two هيبقى eight. طب لو ده ارسم التريانجل بقى. بالاطول الحقيقية. six or eight. لو انا عايز اجيب طول الاسي بقى. من بيساجرس. هيجب بقى plus bar two bar two root. هيطلع ten. عايز بقى طلب اهبل sine a. opposite على hypotenus. يعني eight على ten. cosine a. adjacent على hypotenus. يعني six على ten. حطوهم على الكالكيليتر. eight over ten. plus six over ten. دي هتطلع seven over five. هتطلع seven over a five. خش في الجد بقى. السؤال اللي جاية. السؤال اللي جاية هيبتدي يرخم شوية بقى. والليفل يعلى بتين. بيقول لحضرتك في الرسمة لقصادك دي. على يمين? على الايه? الشمال. ما هي لو دي 90 يبقى دي ايه? 90. فانا عندي كده اتنين 90. يعني انزقلت الرسمة شوية. يعنيش بحب الرسمة بقى مزقلتها. اهي. اهي. اهي هنا دي. وهنا ايه? وهنا وهنا c. وهنا b. لو دي 90 يبقى اللي جنبها 90. هنا ده 17. وده 15. واحدة واحدة بقى. وهنا ده تاني. الشاطر هيفكر شوية. في التريانجل ده. الولد الشاطر هيفكر الاول. ايه دي? هيجاب ازاي? الولد الشاطر هيفكر في طول ال ايه دي. ده سايدة عادي هيجاب الماينس. سايدة عادي هيجاب الايه? هنعمل 17 باور 2. 15 باور 2. وروت. هنعمل على الايه 17 باور 2. منس 15 باور 2. اعمل روت دي 64. هيطلع ايه. يبقى ده طوله ايه. تعالا بقى هتلي طول البي دي. البي دي عشان يجاب. السايدة اللي تحت. هيجاب بالماينس. هعمل ده باور 2. مينس ده باور 2. يعني هعمل 10 باور 2. مينس 8 باور 2. جوه الروت. هيطلع 6. عايز الواليو بقى انا كيه جبت الارقام. عايز الواليو. بتاعة 3 تان سي. بلس ساين بي. ما اصدر وايه اللي بيحصل? دلوقتي يبقى ايه لبدا ما بنشتغل على تريانجل واحد. بقى ان هنشتغل على اثنين تريانجل رايت. لما يقول لي بي. يبقى هروح على تريانجل الرايت اللي في بي. لما يقول لي سي. هروح على تريانجل الرايت اللي في سي. بص بقى. السري دي ما لكش دعوة بيه. سبه. طيام. تان سي. اوبزت على اجيسنت بالنسبة لسي. الابزت للسي ايت. والاجيسنت للسي في تريانجل الرايت اللي على الشمال. ففتين. بلس. ساين بي. اوبزت على هايبوتنس بالنسبة لتريانجل الرايت اللي علي مين. هاتلي الابزت والهايبوتنس للبي. الابزت ايت. والهايبوتنس تان. حط ده بقى. على الكالكليتر. يعني هعمل سري تايمز. فراكشن. ايت اوفر ففتين. بعد كده. بلس. فراكشن. ايت اوفر تن. يلا بكالكليتر. هيطلع. تولف اوفر فاير. يبقى الشاطرين. احنا جبنا السايد النقص بايسيجرس مينس بوارتو بوارتو روت. جبنا السايد النقص بايسيجرس بوارتو بوارتو روت. جبنا طول السايدز كلها. بعد كده قلنا سري تايمز تان سي اوبزت على اد جيسن. بلس. ساين بي اوبزت على هايبوتنس. كل ده بالقالة. طلعني الاجابة دي. السؤال اللي وراه. مستر لما لاقي راية انجل فوق وراية انجل تحت. ده اقليديم. ايه ده؟ ما اللي فاتت؟ اللي فاتت ما كانتش فيها راية انجل فوق. كان فيها راية انجل ايه؟ تحت بس. بصوا فتكر كده. اهي. فيها راية انجل تحت بس. مفيش فوق. عارف لو الايه كات ناينتي بقى في اقليديم. بصوا دي بقى. في. اهي احنا بنحب نزلط الرسمة اهي. بص. في راية انجل فوق عند ايه? وفي راية انجل عند دي. عاطيني ده سيكس وعاطيني ده ايت. مستر. بص كده. معلش يتخيل ان ده مش موجود. بص يا حبيب. عشان. اهي منشيلة دي خالص انا. حد. بي سيجرس. في صيدين واحد ناقص. حد. ده هاي باطنس ولا صيد عادي? هاي باطنس. يعني هنا. البي سي. هيجاب. بل بلوس. هيجاب الايه? باور تو. باور تو روت. باور تو. باور تو. باور تو روت. اسمع طريقة الايه? الشجرة. فكرة. فكرة طريقة الشجرة. انا بعمل الشجرة كده. وانا صغير. كده. كده. وراح جاي عامل كده. بتعمل عليها مع عصافية. دي طريقة الشجرة. احنا هنا برضو هنجيب العصاية اللي اسمها ايه دي طريقة الشجرة. قول لي بقى ايه طريقة الشجرة دي بتعمل ازاي? هنعمل سيكس. طايمز ايت. ديفايد تن. هيطلع فور بوينت ايت. هيطلع فور بوينت كام? ايت. طيب. ايه بقى تاني? الشاطرين. عندي بقى لسه هجيب باي سيجرس اتنين باي سيجرس. التريانج اللي عالشمال. الراية اللي عالشمال. عايز اجيب الحتة السغنانة دي. ما تتغباش وتقول لي فايف وفايف. حمار. انا هشتغل باي سيجرس اجيب طول السي دي. هيجاب بالمينس. باور تو باور تو وروت. يعني ايت باور تو فور بوينت ايت باور تو جوه الروت. هنعمل كده. روت. ايت باور تو مينس فور باور تو. وبالكالكيليتر هيطلع لي رقم ديسيمل كام? متشوفوش اللي عملتو ده. هيطلع سيكس بوينت فور. طب هات بقى البي دي بقيت التن يبقى تن مينس سيكس بوينت فور. هنعمل مينس تن دوس ايكل. هيطلع سري بوينت سيكس سنتيميتر. يعني ده سري بوينت سيكس. تعال بقى نارى هو عايز ايه? بص ده كاتر. طبعا انت عارفين نحب ببص على الحرف اللي في النص. يعني عايز انجل ايه بس انهو ايه? هيقول لك يا روح يا تريانجل الراية اللي عالمي. يا تريانجل الراية اللي على الشمال. يا اما تريانجل كله. فاشوف هو هيقول لك انهو ايه? يعني بص حبابي. اول واحدة عايز تن بي اي دي. كده انا هروح لانجل ايه? انهو ايه بقى? ال ايه اللي في التريانجل بي اي دي. بي اي دي. عايز تن بتاعتها. ابيزت على اجيسنت. ابيزت على ايه? اجيسنت. يعني الى 3.6 على الادجسنت الى 4.8 هنعمل بالقالة 3.6 على 4.8 هيتطلع سريع على 4 طيب عايز من حضرتك كوزين دي اي سي مو بلس كوزين دي اي بي كوزين انجل اي انهو اي اللي في التريانجل دي اي سي اللي هو على الشمال عايز الكوزين بتاع انجل اي اللي في التريانجل على الشمال الادجسنت الى هيبوتنس الادجسنت 4.8 والهايبوتنس اي طيب عايز كوزين اي انهو تريانجل اللي في التريانجل دي اي بي اللي هو على يمين عايز الكوزين adjacent على هاي باطنس يعني 4.8 على 6 بلصهم بقى اهو fraction 4.8 over 8 plus 4.8 over 6 بلص 7 over 5 ده الرزلت بتاع الادن اكسلنت صعبا اكيد صعبا اعلى اعلى بالرتم اعلى مستر بالرتم كمان احنا شاطرين احنا اقوى اي حد هيتمرن هيبقى اقوى الناس الشاطرة حاول 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 اسمع مرة 2-3 حصل كده ازاي طب جدت عملها ازاي اتصرف فيها ايه هنا المسألة دي مش عطيه لك جرسايد واحد اللي هو بقيت اللي تحت وعطيني triangle right ولا فيه اي فايدة تانية مستر وطالب مني A B cosine B plus A C cosine C بصة مستر انا افرط A B سيبها cosine B على A B حل plus A C تساب ما يمالوش طول cosine C adjacent على هيبوتنس بالنسبة ل C ترينجل على الشمال adjacent هيبوتنس ال adjacent C D والهايبوتنس A C هنا في ايه مخفي timers ال A B هيروح معه ال A B ال A C هيروح معه ال A C الى تفضل من اول واحدة B D الى تفضل من تاني واحدة C D بلصهم اجمع B D على C D B D و C D لما يجمع على بعض يديني ال B C كله يعني دولا ناتج الجمع بتاعهم يديني B C كله اللي هو بيسوي 8 سنتيميتر يعني B D بلاس D C هيديني طول ال B C كله يعني طوله يبقى كام 8 سنتيميتر السؤال اللي هو راحل وقوي هو انا مصر لو عندي انجلين قد بعض يعني 50 و 50 يبقى التان بتاع 50 يقدي التان بتاع 50 طب لو انجل مثلا 60 وانجل قدها يبقى الصين قد الصين والكوزين قد الكوزين والتان قد التان يعني الصين والكوزين والتان نفس الانجل بيكونوا ايه كل يعني لما اقول لك انجل ايه قد انجل بي يبقى تان ايه قد تان بي فاهم عصدي طيب تعال اقرأ هنا بيقول لحضرتك بص اول ما تبص كده ده سايد عادي بلاس ولا ماينس ماينس فاورتو باورتو روت على طول استنتك حاجات كده بسرعة هيبقى ايه حطه على الرسم عايز ايه هو اول طلب عايز تان دي انه دي اللي في التانجل اي دي بي مش التان ابزت على اجيسن هات الابزت للدي الابزت للدي كام سيكس والاجيسن للدي ايت دابل ايه هيبقى سريع على فور طب بيقول لحضرتك لو الخطين دول بارلل يعني في حرف زد في الترني بص حرف زد عامل ازاي دي قد دي الترني يعني ايه دي بي لا دي يعني قد ايه دي بي سي اللي اتنين قد بعض الترني اللي اتنين قد بعض ايه الترني يعني دي قد البي الترني طب انا لو قلت تان دي هيبقى قد تان بي ولا لا شو ما الاتنين ايكول مش الدي والبي ايكول فلو جبت تان لدي وجبت تان لدي هيطلع نفس الاجابة ولا لا طب سين دي و سين دي قد بعض طب كوزين دي و كوزين دي قد بعض مقتنع طبعا طب ماشي هتلي تاني دي وهتلي تاني البي و سويهم ببعض يلا تاني دي اوبزت على ادجيسن يعني سيكس على ايه او سريع على فور طب تاني البي تاني البي هيبقى اوبزت اللي هو الدي سي اللي معرفهاش على الادجيسن اهي على الادجيسن اللي هي كام تان حط ما بينهم ايكول عشان اجيب الدي سي long arm time is 6 times 10 over 8 تقريبا 7.5 تنأكد 6 times 10 divided 6 times 10 6 times 10 divided 8 حيطل 7.5 سنتيمتر 7 7 7.5 سنتيمتر يبقى الانجلين قد بعض 10D قد 10D ها 10D وها 10D وساوي الاتنين ببعض يعني 10D في الترانجل اللي فوق وها 10B في الترانجل اللي تحت وساوي الاتنين بايه بعض السؤال اللي جاي بيكلمك عن 10D الإيزاصلس ترابيزيام إيه الإيزاصلس ترابيزيام ده ترابيزيام يا مستر بيبقى عنده الليكزة الدباعات يعني ده كده اسمه إيزاصلس ترابيزيام قال لي مين الخطين الباراليل A D parallel مع B C اتأكد الحروف مشة في دايرة A B C D حلو قوي قال لي A D 4 A B 5 B C 12 الشاطرين هنعمل كامب 1 هنا triangle right اسمه X 1 هنا triangle right اسمه Y والتو triangle دول بيكونوا congruent والتو triangle دول بيكونوا congruent يعني السايد قد بقى يعني لو دا 5 يبقى دا 5 تعال بقى الريكتانجل اللي في النص لو دا 4 يبقى دا 4 وده اد دا هنعمل 12 minus 4 هيطلع ايه هنقسمها على 2 هيبقى 4 و 4 يبقى عملنا 12 minus 4 طلع ايه divide 2 4 4 عايز اجيب السايد دا A X بال minus power 2 power 2 root هيطلع 3 لو دا 3 بقى دا 3 حلو قوي تعال بقى نسبة ان الكلام دا بيساوي 3 اشتغل عالطرف الشمال left hand side 5 10 B cosine C على sine power 2 C plus cosine power 2 B يلا يا شاطر 5 تنزل 10 B يا قوي 10 B 10 بتاعت ال B opposite على adjacent opposite على adjacent had cosine C adjacent على hypotenus بالنسبة ل C لما يقول لي بي اروح هناك يقول لي C اجي هنا باشتغل عالرية بس مليش داعب اللي في النص حتلي cosine C adjacent على hypotenus adjacent على ايه يعني 4 over 5 طب تحت بقى sine power 2 C اهي cos power 2 cos power 2 حتلي sine C السين opposite على hypotenus بالنسبة لC opposite 3 والhypotenus 5 cosine B adjacent على hypotenus بالنسبة لB adjacent 4 والhypotenus 5 حت دا كله بقى لاش بقى كله حتلي فوق الواحدة اللي فوق الواحدة هيطلع كام اللي فوق الواحده يطلع سري اللي تحت الواحدة هيطلع كام وان سري على وان هتطلع كام سري وكده يبقى طلع زي الرايت طلعوا الاتنين بيساووا كام سري يعني جبت الطرف الشمال وجبت الطرف اليمين والطرفين طلعوا سري صعبا؟ نيجي للسؤال الاخير بيقول لحضرتك A B C D Trabesium A B C D Trabesium A D Parallel to B C Measure Angle P90 آه ده النوع الثاني من التrabesium اللي هو التrabesium اللي فيه Right Angle قال لي التrabesium ده مين اللي Parallel هو Right Angle عند B الخطين الparallel A D Parallel مع ال B C اتأكد الحروف ماشية بدايرة A B C D تمام A B 3 A D 6 B C 10 بيقول لحضرتك طبعا هنعمل construction هنعمل construction هنا اهو هنعمل Right Angle ونسمي ده X لو ده 6 يبقل في وش 6 هنعمل 10 minus 6 عشان نجيب الحتة الباقية هنعمل 10 minus 6 هيطلع 4 لو ده 3 يبقل عشان اجيب طولة DC plus minus plus par2 par2 root هيطلع 5 تعال هو عايز يثبت ان الكلام ده بهاف اشتغل عالطرف الشمال اللي هو cosine DCB minus 10 ACB عايز دولة هات cosine C cosine C اهي C اهي هات cosine بتاع C cosine بتاع C adjacent على hypotenus adjacent على ايه hypotenus adjacent 4 والhypotenus 5 minus 10 ACB 10 خلي بالك بس في اللي فات كات cosine D C C B اللي هي cosine C يعني فقلنا adjacent على hypotenus في triangle all right اللي على الشمال بس بقى اللي جاية 10 ACB بس بس A C B يعني انا شغال على triangle ده انا عايز 10 بتاع D 10 بتاع D هيبقى opposite opposite اللي هو 3 على adjacent الوقت 10 كله لما تيجي تحط دول على الالة بقى هتعمل اهو 4 over 5 minus 3 over 10 dos equal هيطلع ها كده الطرف الشمال والطرف اليمين طلعوا add بعض بكده حبيبي نكونوا خلصنا فيديو حصة الواجب بتاعت الدرس التاني او الحصة التانية في منهج trig nom 3 اشوفك على خير في الفيديو الجاي اتعب واعمل اللي عليه السلام حبيبي